هذه المرة من تركيا تركيا التي نسمع منها المآسي والآلام منذ ضرب الزلزال أرضها وأرض سوريا ولكن لنبدأ القصة من الألفية السابقة من هذه الصورة ففي عام تسعين وتسعين تسعمائة وألف ضرب زلزال هذه المنطقة بحر مرمرة زلزال بقوة سبع فاصل ستة على سلم ريشتر سبع وثلاثون ثانية خلفت وراءها سبعة عشر ألف جثة وهناك من يقول عشرين ألف وتركت نصف مليون شخص بلا مأوى لتتحول المدينة مدينة إزميد هذه لمنطقة منكوبة وخلال تلك المأساة ولد هذا الشاب عثمان أنس باشتورك عش حياته بمنطقة نوردغ في ولاية غازي عنتاب ولقى حتفه للأسف في زلزال كهرمان مرعش زلزال القرن يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي أربع وعشرون عاما بدأت بزلزال وانتهت بزلزال انهار المنزل الذي يقيم فيه مع والديه وأخيه لنقرأ ما قالته أمه بعد نجاتها من الزلزال تقول أم الراحل ولدت ابني عثمان أنس في غازي عنتاب يوم حصول زلزال مرمرة وعندما خرجت من غرفة العمليات كانت المولدات تعمل فسألت عن الأمر فقالوا أن زلزالا ضرب إسطنبول ابني تقول ولد في يوم زلزال وفقد حياته بالزلزال القصة تزداد تراجدية عندما نقرأ تصريحا صادما أدلا به والد عثمان فيقول انتقلنا للمنزل قبل ثلاثة أيام فقط من الزلزال انتقلنا يوم الجمعة والسبت والأحد فرشنا الأغراض تعبنا ونمنا استيقظت عند الثالثة للصلاة وبعدها حصل الزلزال يقول وانهار المبنى فجأة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والتعليقات ورأي كانت على هذا الشكل فيقول نبيل لا أحد يختار يوم مولده ويوم موته ورزقه على الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سيح جنته أما مصطفى فيقول ببساطة أنه اختصر حياة الإنسان والتعليق الأخير لميزة تقول أعتقد أربعين بالمئة من الموجودين بأنطاكيا وما رعش توفوه الله يغفر لهم غفر الله لهم ورحمة